السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك هشباب عامليني? يا رب تكونوا بخير. معكم محمود عبدالنعيم ونهاردة ان شاء الله هنشرح اه من بعنوان قبل بنبدأ يعني ما ننساش طبعا دعا اخواتنا في فلسطين ما ننساومش في دعواتنا. وربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويجعل النصر حليف لهم يا رب. وبرضو لو حد اصابوا لها سأقول الاحباط من اللي بيحصل ده. يفتكر حاجة مهمة جدا. يفتكر حاجة او اية ذكرت في القرآن. اه ربنا كان بيقول متى نصر الله? الا ان نصر الله قريب. ربنا في الاخر هو اللي هيحط كلمته وهيفرض كلمته وهيجعل كلمته هي العليا دايما. فيعني وهينتقم من كل من كل غاشم وجبار بيحاول بيحاول يقتل اخواتنا في الفلسطينيين. فما تقلقش يعني. وبرضو اهم حاجة اقول لك ان انت لا تعتاد المشهد. ان انت مش معنى ان هما مش هما مش مجرد ارقام وكل واحد وليه عيلته وليه الناس وليه الذكريات بتاعته وكل حاجة. فاهم ابو سئيبك ما تعتدش المشهد. ما تشوفش ان انت في شوية ناس تقتلوا. فالله خلاص لا دا عادي دا كل يوم. لا. حرفين اتأثر بيهم. يعني دا مفروض يثبت القضايا الفلسطينية عندك. وعشان ما تقولش عليكم اه نقول دعا المذاكرة ومن يسار كفاية من النبيين وحفظ المرسلين والملاكة المقربين. اللهم اجعل قل سنة التانية عامرة تنبذيكرك واكل وبناء وخشيتك واسرر الرونا لبطاعتك انك على كل شيء قدير وحسب الله ونعمى الوكيل ونصلى على نبي يا شباب ونسام الله ونبدأ. في الاول انت بتكون قاعد في امان الله. يعني نبدأ موضوع اللي بستكسس. اه انت بتكون قاعد في امان الله. حبها لقيت مناخيرك نزفت مرة واحدة. اه ايه دا? طب اه السبب? ما عرفش ايه? يعني في حاجة حاجة كده نزف مرة واحدة. حاجة بتكون جدا ممكن تكون حصلت لاغلب الناس حرفية. اغلب الناس اللي على الحياة ممكن يكون حصل لهم الموضوع ده. فهي بتكون يعني دي ده غرض موضوع من اهم موضوع الطب اللي عندنا. فهو ده عبر عن ايه? يعني نزيف من الانف. ان انت بتنزل دم من مناخيرك. تمام. ممكن يكون اسبابه ايه? اول حاجة في اسباب واسباب تمام. اول حاجة الاسباب اللوكل ايه? اول حاجة ايديوباثيك. ايديوباثيك. حاجة من غير سبب كده. ما فراه من غير سبب. النسبة تسعين في المية من ايديوباثيك من الليتل زاري. ايه هي الليتل زاريا يا سيدي? عشان اوضحها لك. اهي. الليتل زاريا دي في الجزء اللي هو من او في النوز. بالزبط هنا. وهنشرح بالتفصيل هي عاملة ازاي? او يعني هنشرح بالتفصيل هي بتتكون من ايه بالزبط? تمام. تاني حاجة حصل او خبط. ده من نواية الحاجات اللي هي عبارة عن حشو اللي هو الانف. من نواية الحاجات اللي بتعالج فانت وانت ممكن تكون بتعمله وعملت البروسيجر غلط. فبالتالي سببت سببت وانت كنت جاءت تعالجه اصلا. كمان. زودت الطينة بلا. تاني حاجة او سبتم او في البيز. اه مناخيرك تكسرت يا سيدي او حصل اه حصل في البيه حصل كسر في البيز. تمام? انا على سبيل النسال انا مناخيري برضو تكسرت من من سنين وانا صغير. فحرفيه نزلت فيها كمية دم كتير جدا. فدي برضو من ضمن الحاجات. تالت حاجة اي حاجة ممكن تحصل بعد العملت حاجة غلط. فبالتالي سببت تالت حاجة اي نوع من انواع ممكن يسبب اه ممكن يسبب اه اه كرونيك وبرضو عايز اكد على حاجة ان انا طالما شديد خط اه طالما شديد خط احمر على الحاجات زي دي. فدي حاجات اه مؤكد يعني بتأكدات برضو حاجات اه الدكتور اكد عليه. فهي دي برضو مهمة جدا لها بتاعت دي باتك انها تسعين في المائة من اللي تلزق لي. رابع حاجة اه عادي. بسا من بداية ممكن يكون ممكن يكون برضو بسبب حصل في عملت الكسر وفي الاخر عملت تمام. في النيزوفالنكس ممكن يكون او ممكن يكون ممكن يكون او عندك زي اللي هو اللي موجود في كل حتة في الحياة تقريبا وهو تمام. خامس حاجة عندنا وهي بص يا سيدي دي عبارة عن اي سيدي. في كده حصل. بص. ويحصل عمالة ينزل كده وبيكمل مسيرته هو بتعرض لحاجة فبالتالي هيقعد يخبط فيها ويحصل ايه? هيحصل بقى هيحصل بقى ويحصل ويحصل في الاخر. تمام. هي يعني في الاخر بيحصل وماشي في امان الله. لا لقى حاجة ماشي قصاده واعترض لطريقه فبالتالي سبب وكسرت ويعني كسرت اللي هو قطعت قطعت ده. حصل له فده هو وبرده مهم جدا. تمام. نخش بقى على وفيه اهم موجودين عندنا في هم اول اتنين. يعني زيادة في الضغط بتاع الارتري او زيادة في الضغط بتاع الفين. اول حاجة زيادة في الضغط بتاع الارتري. انا سكنتها في كلمة ايه? كلمة رات. يعني اللغة فرق كبير. تمام. را انه ناخد بالنا ان ايه رات? طالما رات يبقى يعني التلات حروف بتاع كلمة رات موجودين في ارتريال. فدي برضو حاجة هتسهل عليك الموضوع كله. تمام. بسبب ايه برضو? بسبب اسرسكوليروزس. بديهيات انت لو سددت الارتري هيزيد الضغط بتاعه. ممكن اه ممكن مشكلة في الكلة هتسبب تالت حاجة. اه مشكلة في السايروات جلاند. تمام? فانسكمناها بكلمة رات. تمام? تاني حاجة بقى يعني في حاجة كتير بقى هارت فيلير انفيزيما نيمونيا. وبرضو يعني ناخد بالنا من حاجة ان هي تحس ان هي كل حاجات اغلبها او ممكن حاجات برضو في هارت يعني حاجات اكتر. يا اما هارت يا اما رسبايراتر. هارت مسلا زي عندك اللي هو الانفيزيما والنيمونيا والاا ووبين كاف والتيومر اه اه وعندك برضو لو كارديو او اه في الهارت ممكن تكون هارت فيليا فدي يدينا ان هي تالت حاجة بلوت ديزيز بلوت ديزيز ممكن حاجة هيموفيليا النزيف النزيف اكيد هيس ممكن يسبب انفيزيما لوكيميا بيربرا اليوكيميا اللي هو عبارة عن سراطين الدم والبيربرا تمام رابع حاجة آآ ديفشنسي الزيز ممكن تكون حاجة او حاجة عادي خامس حاجة ممكن تكون زي عندك الذهاب الو روماتك اه عندك برضو زي اللي هوboardsか عندك اللي هو عندك اللي هو عندك اللي هو طايفويل حوم التايفويل عندك الدفتارية. ممكن تكون سبب اللي هو حصل في اللي هو الكابل الريزاية دي. تمام. اتاتة حاجة عندك اللي هو السلسلية والكنين واي موجود عندك لانه حاجات دي بتمنع اللي هو التجلط فبالتالي هتزور البديه دي. تمام. بديهيات. فيعني نركز برضو في الموضوع ده على تمام. تالت حاجة بتاعة تنقسم الله تلاتة بالزبط. اول حاجة تاني حاجة تالت حاجة اول حاجة عندك اللي هو او بمعنى اسمها اللي هي كيس البخ آآ بليكسس. يعني دي كلمة المانية كده كده يعني ما تشغيره شبال كوية. اللي هي دي عبارة عن ايه? الجزء اللي قداما ايه ده. اللي هو في في النوز او في اللي هو في السبت. ده عبارة عن ايه? عبارة عن شوية اتلموا مع بعض. ففي الاخر كونو لك يعني عملوا مع بعض. يعني كونو لك عندك اللي هي منطقة بتاعة اول اه. اللي هم ايه بالزبط? سفين وبلاطين ارتري. هتلاقي بص اللي هو ماشي كده 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 ماشي اهو. وماشي ومتفرع كمان يعني ومدلعك. تاني حاجة عندك اللي هو الانتيريور اسمويدل ارتري. اه لا واصدي اللي هو ما هنا. لأ توييف كده. ما كخ كخ. تمام. الانتيريور اسمويدل ارتري هو اللي داخل هنا. تمام. وداخل تيرير كان ارتري داخل من هنا كده 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 كده. وداخل معاه. تمام. ورابع ارتري برضو اللي هو اللي هو ده بالظبط الاربع دول دخلوا مع بعض فعملوا اللي هو اللي تبزاري نسكّمها في كلمة ايه سكّمها في كلمة جاس بالظبط جاس يعني جاس ما الاخر فعشان نعرف نحفظ اللي هو الارتريس كويس الجي هتبقى لوالجريتر بلاطين ارتري تقال ايه هتبقى انتيري واسمويل والارتري والاتنين خلق استيد ايه ثاني حاجة عندك اللي هو الارتري براون كيليز ارية براون كيليز ارية دي اللي هتبقى فين في الاسمويل الاري A pretending وبستيري اسمويل الارتري الا برضو تكرر وابردو بمailable ممكن يكون موجود في الريتلز ارية الا انتيري انما ال بستيريور موجود بس خلي بالك من النقطة دي خلي بالك اليتلز ارية مفايهاش بستيريور اسمويد الارتري. الارتري الوحيد اللي هو مش موجود في الليتلزيريا. ودي نقطة مهمة جدا. يعني عشان تاخدوا بلكم انها اها. ام سي كيو. اهو عذروني على الكيون المعاوقة دي. فهو بص اهو ادعال لكم بالزبط ايه كده. بالزبط. منطقة الاسمويد اهي. انتيريور وابستيريور اسمويد الارتري. موجودين اهو في اه تالت حاجة عندنا وهي البستيريور البارت من النوز. اللي هو بيبقى بسفين وبالتين ارتري. بالزبط هوريها لك بالزبط هو كده. البستيريور بارت من النوز. بالسفين وبالتين ارتري. يا بورق خالص كده. تماما. نخش على تالت حاجة وهو. هو القصلي تالت حاجة انا تقاربين علقت ولا ايه. ماشي. نخش على البعض وهو. بص يا سيدي. هنكشف على اربع حاجات. بلس. تيمبريتشر. بلوت بريشر. والهيستست. اه هو لك اللي بيحصل اسيدي. البلس. هيبقى ايه? هيبقى رابط في الشوك. طب ايه كرايفيري اصلا بتاعت الشوك لو انت تفكر. تاكبني. تاكيكارديا. يعني ضغط واطي. هكذا يعني اه دي بردو كرايفيريا بتاعت الشوك. تاني حاجة عندك اللي هو التيمبريتشر. تيمبريتشر طبعا تكون هاي في الفيفر. الفيفر برضو لو حصل لك فيفر اكيد درجة حراها هتعلى. تالت حاجة عندك لاب بريشر. هيكون له في الشوك زي ما احنا ما قلنا. انه هو هايبوتينشن. هاشتاج بديهيات. بس خلي بالك في نقطة مهمة جدا. لو حصل شوك. لو انت اصلا حصل شوك لعيان هايبوتينسيف. يبقى يحصل برضو هيبقى هايبوتينشن برضو. مش يحصل هايبوتينشن. فهو لو هايبوتينسيف فبالتالي الشوك يعني هتبقى متعلقة مرتبطة بالهايبوتينشن. مش بالهايبوتينشن. دي كسرة قاعدة يعني. تمام. رابع حاجة عندك اللي هو الهستست. الهستست ده عبارة عن ايه? حاجة انت تستخدم في اللي هو الجهاز الضغطة ده. فبتقعد تضغط على ادراع الايان تقعد تضغط طريق اكتر واكتر واكتر واكتر. في عشان عشان تيس عليه. عشان تيس البربر. بص هو اصلا يعني تحس ان هو حاجة اجزا منش هنسكه كده وما لاش لازمة. ويعني يستبدأ له حاجات كتير يعني انت ممكن تكشف على البلد نفسه يعني بلد كرشة او حاجات الليلة دي. فيعني فتحس ان هي بمطارية وادمت يعني بس انت يعني قالوها برضو. تمام. اول حاجة عندك اللي هو تعمل يعني ممكن تعمل ايه? تكشفها لهم اه لو لايت نقص فيها هتلاقي اناميا. تمام. يعني لو لايت برضو نقص في الويت بلاتس اللي هتلاقي هتلاقي الليوكيميا. تالي الليلة برضو هتبقى صارة الندم يعني او نقص برضو في دي برضو تعتبر حاجة زي كده. تمام. دلت حاجة تايم هيكون من ديها لدلت داية. من خمسة لعشر داية. من تلاية من حداشر سبعتشار سانية. يعني متشغلوش بالكو يعني السلايد مش ضررية قوي يعني. عادي. تمام. اه برضو في حالة لو حصل او وبتكون ممنوعة في حالة اللي هو انجيو فايبروما. انت بتستخدم ايه? بتستخدم على طول او كاروسة او خلاص. عشان تعرف تكشف على اللي هو الانجيو فايبروما. الانجيو فايبروما احنا قلنا ان هي في النيزو فارنسك. ده زي ما احنا قلنا. هي برضو يعني هي مش ضرورية قوي. تمام. نخشبها على المهمة بقى في برضو المحاضرة. اللي هو ايه? اللي هو احنا نعمل ايه اول حاجة اول حاجة ده بيبقى مرتبط اكتر بالجلساشر. بص يا سيدي. هوريها لك بالزبط على الرسمة اللي موجودة اقصادك دي. تمام? الرسمة اللي موجودة اقصادك دي هو واحد يعني بص عايز يخرج اللي هو يقفل عز اللي هو البلد اللي بيخرج من النوز. ويحاول يسلطر عليه. اول حاجة هو بيعمل ايه? بيطلع راسه القدام. وهي يعني ولدقنه تحس انه طلع على الشست كده. بالزبط. وهي تحس دقنه ونزل الشست ومطلع راسه القدام. تمام? دي اول حاجة. تاني حاجة هو بيعمل ايه? بيضغط على بيضغط على عشان يعرف يقفل على تمام? بيقفل بيدوس عليها بالصنبة والسبابة والابهام وكده. بيقفل بيبسكها وكده. وبيحط برضو عشان يعمل ايه? عشان يسبب لو سببت هتعرف توقف هتعرف توقف تمام? فهو يعني هو مطلع راسه له قدامه. وده انه كده لازقه في صدره او لازقه في الشست. وماسك بماسك بسباعين ماسك اللي هو اللي هو مقدمة الانف. وبيقفل عليها. وبي برضو بيعرضها برضو لحاجة زي كده كمدت كمدة كده آآ كمدة ساعة. آآ فبالتالي عشان برضو يسبب برضو ممكن يسبب ايه? يحط قطنة. ممكن يعمل ايه تاني قصدي? ممكن يحط قطنة في حاجة زي ايه? زي او عشان برضو يسبب وعشان يوقف تمام بس في برضو مهم جدا. انت هل تقدر اصلا تدي ادرينالين لواحد عنده هايبرتنشن? لأ. فبالتالي يعني آآ ممكن تعمل ايه? هتستخدم بس. بس في حالات هتستخدم تمام. يبقى نرجع تاني في الاول على المحاضرة كده حاجة زي مراجعة السريعة في النص يعني خلصنا تقريبا نصها. اول حاجة عبارة عن في النوز ممكن يحصل بسبب ديواثك تسعين في المية بالزبط ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل بكل انواعه وممكن يحصل ممكن يحصل بقى وقلنا ان هو عبارة عن وهو راجع ممكن يتعرض لأيه اه سايد فبالتالي هيسبب في اللي هو في الفين ده ويحصل تاني حاجة عندك وتاني حاجة عندك اللي هو الجينالالكوزيس ممكن تكون اسباب ممكن تكون او فبالتالي ممكن سبب اثر وسكيلوروزيس سايرتوكسكوزيس وهكذا. هو ممكن يعني برضو اه وانفيزيما ونيمونيا وهكذا يعني. تمام. تالت حاجة زي البربيرا واللوكيميا والهيموفيليا. رابع حاجة زي وخمس حاجة ممكن تكون ثالث حاجة ممكن تكون طب الاريا بتاعت لبستكسس ممكن تكون ممكن تكون لتل زاريا. لتل زاريا دي بتكون موجودة في من السبتم. وبتكون عبارة عن اربعة اول حاجة اللي هو تاني حاجة سفينو بلتاين. تالت حاجة رابع حاجة سوبيلو اللي بيال آآ برانش من الفيشل ارتري. تمام. تاني ايه باريا عندنا اللي هات بتكون في الاسمويدة الاريا بسابلايب بيانتير روها بستيرو اسمويدة الارتري. وقلنا ان هو الارتري الوحيد اللي مش موجود في تمام. تالت حاجة عندك اللي هو البستيرو بارت من النوس بيكون اللي هو اللي سفينو بلتاين ارتري. وبيكون بالذات في بيكون باين وبارز اكتر. تمام. وقلنا انه ممكن نكشف على البلز وهيكون رابط في الشوك. ممكن تكون آآ ممكن بتكون هاي في حالة الفيفر. وعندك اللي هو بيكون قليل في الشوك وعالي في اللي هو في بس قلنا ان هو لو حصل شوك لواحد عيان عيان فبالتالي آآ فبالتالي مش هيتأثر قصدي يعني مش هحصل له فبالتالي هيبقى وهجي له شوك. تمام. رابع حاجة اللي هو ان انت بتاعم باللاس آآ بجهاز الضغط ده. وبتحاول تنفخ عليه عشان تحف تكشف على بس قلنا ان هو اختبار فاكسيان وملوش لازم يعني. برضو ممكن تكشفها وممكن تطالع على الوكيميا ممكن يكون من دقيقة لتلات دقايق. ولكو من خمسة العشرة والبروسروم من حداشر سبعاتشار ثانية. تمام. البايوباسية ممكن تكون تشوف تيومر او جلانيو لومة. لكن ما تعرفش تشوف اللي هو الانجوفايبرومة وممكن تشوفها او تمام. قلنا اول حاجة في ان انت يعني بتطلع راسك لقدام. وبتقرب دقنك لناحية صدرك كده. وبتحاول تضغط بصبعين على اللي هو اللي هي المقدمة الانف. فبالتالي وبتحط برضو كمادات سقعة عشان تعمل وممكن تحط برضو قطنة فيها ادرينالين او افدرين. قلنا ان احنا ما نعرفش نستخدم ادرينالين في حالة عيان فبالتالي بنستخدم بس. تمام. نبدأ بقى في جزئية كمان جديدة وهي النزل باكنج. النزل باكنج ده ينقسم الى ايه? ينقسم الى انتيريو نزل باكنج وبوستيريو نزل باكنج. تمام. ده عبارة ايه? انتيريو نزل باكنج هو عبارة عن حشو انف. انت بتحشي المناخيرك عشان تعرف تمنع. فبيقول لك لو في حالة ده فشل. فبتستخدم النزل باكنج ده. اول حاجة بتستخدم حاجة اسمها او حاجة ما علينا. يعني ما انا نركس في الاسم اول. انت بص انت بتكون مسلا ممكن تكون من خمسين لسبعين سنتي. ممكن تكون يعني العرض بتاعها تنين سنتي. فانت بص انت بتدخلها كده. بتقضي دخلها في الاول. وبتلاقيها بص هي دخلت على شكل كده. 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 مناخير العيان لغاية ما تحاول تسد اللي هو وتسد الطريق بتاع اللي هو وتوقف تمام. تاني حاجة عندك اللي هو في حاجة اسمها عندك اللي هو اللي هي بص. اللي هي بص دي. تمام. دي عبارة عن انت عبارة عن حية السفنج كده مرتبطة بخيط. بص يا في خيط هنا كده. وفي حية السفنج جوه. تمام. يا دي بتعد بصة اه التأول ما اتدخلها تحس ان هي سفنج رفايع جدا وبعدها بتنتفخ اكتر مع فبرده بتسد البليدن. وتالت حاجة عندك اللي هو الانفلاتة بو البالون. الانفلاتة بو البالون ده يا سيدي عبارة عن ايه? عبارة عن ان انت بتدخل بالونة يعني بتدخل بالونة كده وتحس لها معها كثرة او حاجة زي اللي هو قسطرة وبتدخلها بالونة بتدخلها من مناخير العيان وبتعطم لها شوية هوا. لو ما ليت بقى صلاين او حاجة زي كده. الصلاين ده ممكن يفرقع في ممكن قصدي يفرقع وينزل عندك اللي هو في فهي سبب مشاكل. فبالتالي يعني انت بتنلاقي هوا كده باستمرار اه مع الوقت يعني عشان انت عفت تسد تمام. ودي برضو يعني دي برضو اللي هو الحاجات مباردو مهمة. تمام. تالت حاجة اللي هو عند او تاني حاجة قصدي ينقسم الى ايه? ينقسم ايه لها حاجتين اول حاجة عندك اللي هو والفولي جوا عندك اللي هو بالونة بس بتدخلها بقى من البصير. بتدخلها من البصير. احنا قلنا ان احنا عبارة عن ان انت بالدخل اللي هي البلونة دي وبتعطم لها هوى. او ممكن تملاها صلاين. بس الصلاين هو ممكن يسبب مشاكل. فبالتالي انت تملاها هوى. وبتعطم لها هوى باستمرار عشان ممكن الهوى ده يفضل وهكذا يعني. تمام. روش على الجزئية اللي بعدها وهي بص ركز معي في الموضوع ده عشان هو تحس ان هو ملعب بس هو في الاخر سهل يعني ما تقلقاش. تمام. اول حاجة انت بتجيب واحد يمين والتاني شمال. تمام. هي بينا هنا في الرسمة ان هي من ناحية واحدة بس هي الواقع الشغل بيكون من ناحية د valuable. اول حاجة انت بتعمل ايه انت بتدخل الكستر من هنا من ناحية النوز وتخرجه من ناحية الماوس. تمام يا عم? يبقى انت بتجيب الاتنين اتنين او اللي هو ا Gray that are وفي الاخر تدخل得 من النوز وتخرجه من الماوس. تمام. دي اول خطو تاني خطو انت بتعمل ايه? بتجيب بقى حتة حتة سفنجة او حتة شاش كده. بتكون مرتبطة بسلكين. سلك يمين وسلك الشمال. تمام. اول حاجة انت بتعمل ايه? بتجيب السلك اليمين ده بتوصله بالكاستر اليمين. والسلك الشمال ده بتوصله بالكاستر الشمال. وبتربطهم بقى مع بعض. تمام. بعدها هتعمل ايه? بعد ما تربط الموضوع ده. هتخرج بقى الكاستر اللي انت دخلته او اللي هم اللي اتنين كاستر ستوت خرجوا من النوس. طوع بتسحبهم. مش انت دخلتهم من النوس اسحبهم بقى من النوس. خرجهم بقى اللي برا. وفي نفس الوقت وانت بتعمل الموضوع ده قعد حاول تدخل اللي هي الحتة دي تدخلها برضو لجوة عشان تعرف تخش اللي هي البلد او اللي هو تمام بعدها يا سيدي انت خلاص انت خرجت عندك اللي هو خرجت خلاص اللي هو اللي كستر ده قص بقى الرابطة اللي هي عاملينها دي في الاخر هيتطلع هيطلع لك بقى الربطتين عندك رابطة اليمين والربطة الشمالي هتربطهم بقى ببعض هتربطهم بقى ببعض كده وبرضو هتلزقهم يعني هتلزقهم ليه وبرضو قبل ما تنسى بعد ما عملت اللي هو ده لازم برضو تعمل يعني تقفل برضو الموضوع ده من من قدام يعني ما تنسى ما تقفلوش من وراء وتسيبوه من قدام ليه لان انت لو قفلته من وراء ممكن يحصل ممكن اللي بستكسي لا يسك او في الاخر يخرج فانت برضو اقفل من قدام برضو تمام وتستخدم برضو او تستخدم موضوع ده حيوية او عشان عشان ما يحصلش بعد الكلام ده كله تمام نيرى برضو الكلام ده عشان نلاقي الموضوع ده اسهل وبرضو يعني هبعط لكم فيديو ده هوريكم بيحصل ازاي بالزبط تمام اول حاجة بيقول لك ان انت بتدخل بتدخله من النوز وتخرجه من تاني حاجة عندك اللي هو بتربط بتاع الحبلة ده بحاجة بحاجة اللي هي بصور نزل باك بتتكونه من حاجة اسمها اللي هي حتي السفينجة كده تمام بتسحب بقى عندك اللي هو خط الحريجة ده بتسحبه من النوز وبعدها وبعدها بتدخل الباك دي جوه البلد وورا البلد قصلي اللي هو هاتم مدخلها لنيزو فاركس تمام بعدها بتربط بقى عندك اللي هو الحبلين دول بتربط الحبلين دول وفي الاخر بعدها تعمل ويتسيب الموضوع ده لمدة اربعة وعشرين او تمانية واربعين ساعة وفي الاخر بتستخدم برضو عشان تأفويد وبرضو قبل ما نسى يعني اه انت اولا ما نفعش تعمل اللي هو ده او اي اجراء اللي احنا قلناه في الاول خالص غير لما تعمل في الاول او ان انت تنقل دم ليه عشان انت حرفيا العيان فقط كمية دم محترمة في فبالتالي انت لازم تعوض عن كمية الدم اللي هو فقدها ده فلازم تنقلو دم بقى اتعلق له محليل وكده عشان ما تدخلوش بقى في مشاكل اكبر اا اكبر من الموال بتاع الابي الساكسز ده تماما نخش بقى على الجزئة اللي بعدها وبتبقى ايه بتبقى يعني انت بستخدم ايه تستخدم بتعمل كي لمنطقة عندك اللي هو تمام قال لك برضو ان انت ما يفعش تعمل اا كي لمنطقة اللي هو الدكتور في المحاضرة اا قال لك ما يفعش تستخدمه لعشان انت ممكن تزود فانت بتعمل الكي ده وكان دكتور مصعد كان قال لها في النوع ان انت بتستخدم نفسها بس يعني برضو نمشي وراء دكتور اا في المحاضرة وكده عشان يعني لو جي سؤال عليها او حاجة زي كده يعني تمام فانت بتعمل كاوتري او بتعمل كي لمنطق تمام بعد ايه بعد اللوكالانستيزي ممكن ينقسم عندك شوية حاجات كده انقسم ممكن يكون كاي بالكهربا ممكن يكون يعني اللي هو اسمها بتستخدم حاجات اسمها خمسين لسبعين في المية اا وممكن تستخدم بقى عندك اللي هو شوية عندك اللي هو او كروميك اسد كريستانز وبرضو ممكن على ده الموضوع ده بيعتمد على او عندك شوية ممكن تستدها مسلا ممكن تستخدم بقى اا تستخدم بقى هكذا رابع حاجة انت ممكن تعمل وبرضو عايز انابهك على حاجة انت يعني ما يحصلش بالتحديد انت بتعمله للبرانش اللي هو اللي هو بيبقى خارج من اللي لان انت لو عملت اا هو ممكن ياخد ده ممكن ياخد اللي هو انت بتعمله الناحية واحدة. فممكن ياخد من الناحية التانية بتاعت الارتري. وفبالتالي لسه يكمل. فبالتالي انت لازم تعمل مسلا للبرانش نفسه. تعمله فين? اللي هو دي نقطة كان الدكتور مسعد كان قالها يعني بس برضو نحفظ ان هو يعني نحفظه كده وخلاص. تمام. وبرضو في شوية كده احنا نستخدمها في حالات اللي هي في حالات برضو ممكن اللي هو الشوك او عندك اللي هو وكده. اول حاجة انت بتعمل تعمل لو حصل لو واحد اه لو واحد حصل له مسلا انت اول حاجة بتخليه ينامع على الارض يمادة على الارض كده. بس يكون رافع رجليل فوق. يعني انا اسف على الرسم المعاقة دي ده انت بسمعلي انا دي حاجة يعني يعتبر شرح كده. تدي له برضو ممكن تدي له سيداتيب. تالي حاجة تستخدم في حاجة عشان تمنع عشان تمنع يعني تزود حاجات تزود التجلط وفي التالي تقلل نزيف. برضو عشان تقلل لو والفيتامين سي برضو. عشان يعني يزود عندك قوة اللي هو ما تتكسرش بسهولة. وقلنا زي ما قلنا قبل كده يعني لازم تنقل دم قبل ما تبدأ الكلام ده كله. لازم تعلق دم او تعلق معلين عشان تعود العيان على كمية الدم اللي هو فقدها. نخش على جزائل اخيرة معنا في المحاضرة وهي الاوروانترا الفيستيرا. وباية من اسمها ان هي اه اه ما بين الاورا الكافتي والانترا. او اللي هو معناها ايه? النوس فتحة على من الاخر. الاتنين اللي حمين مع بعض ومتصرين مع بعض. فبالتالي ده يعني هيساب لك شوية مساكل كتيرة هنتكلم عنها بالتفصيل. اول حاجة ايه اسباب اصلا المشكلة دي? او تلات اسباب. ممكن يكون ممكن تكون اول حاجة وهي اهم حاجة الدكتور ركز عليها. ركز على نقطة مهمين جدا. اول حاجة خلق ان انت بتخلع الدرس السكندر بري مولر او بتخلع الدرسين دول. فبالتالي ممكن يسبب لك ده اكتر اكتر سبب ممكن يسبب لك اللي هو الاوروانترا الفيستيرا. وانت بتخلع درس بالزيت يعني ده كاترة السنان يعني ممكن واحد خارج منهم يروح على دكتور الحنجرة يعني على طول يعني. ده كاترة يعني بياكلوا عيش حرفة من الموضوع ده. تمام. تاني حاجة ده دي كان ايه يا سي دي? ايه ده اصلا. ده يا سي دي عبارة ان انت بتفتح بترفع الشفة الفقانية دي بترفعها لفوق كده وبتخش على بتفتح جوه عشان تعرف تفضيها وتخرج اللي جوه في حالة لو واحد عنده مش راضي هتخف. لو واحد عنده مش راضي هتخف. فبالتالي انت بتفتح في المجزلة لساينس. آآ صب ليبيل. وبتحاول تفضيه من الميوكس اللي هو على الجوه. وبترجع تقفل تاني. وركز على كلمة بترجع تقفل تاني. ليه يا سي دي? لان انت ببساطة اللي ممكن يسبب ان انت ما قفلتش تاني. ما قفلتش وراك. لو ترمى ما قفلتش وراك هتسبب في سي لا. بيقولك عشان كده ده السبب. ده السبب اللي ممكن يسبب لك. تاني حاجة انفلاميش. ايه يا سي دي? ممكن يحصل في المجزلة. يحصل للمجزلة للعضم بتاع المجزلة فبالتالي ممكن يسبب ممكن يحصل نزل سيفلس. كبار ممكن يحصل كانسر في المجزلة يحصل برضو. وممكن يحصل كانسر في البلد تمام. بس اهم حاجة اللي هي 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 اهم حاجة. نخش بقى على البعض وهي حاجة كده قلناها في الاول بتاعت اللي هو بتاعت نزل ونرجع لها تاني دلوقتي. ايه هي انا مش قلت لك ان هي متصلة بالماوس. فبالتالي انت ممكن تخرج بتخرج او تخرج من النوس. فازاي بقى ممكن حالات في اربع حالات بالزبط. انا قلتلك طالما هو هو ترفود وانت بتاكل فحط بقى اي حاجة مسلا تقبلك بلد. حط اي حاجة فيها بلد. ممكن تقبلك بلد. شورت بلد. وناخد بالنا برضو。 واخر حاجة عندك اللي هو زي ما احنا ما قلنا. اورو انترال واورو نيزل فستيرا. اللي هو النوز او نوز والاورا والكافتي فتحين على بعض. او عندك اللي هو الانترام والاورا الكافتي فتحين على بعض. فبالتالي وبتكون ايه? بس بتكون يونيلاترال نيزل دستشارج. ايه هنقول يونيلاترال اورال انترال. اورو انترال. او ويو. يعني وهنا فوق بي وبي. فدي هتسأل العيانة نقطة دي يعني بسهولة. تمام. السمطمس بتقبل الموضوع ده. العيانة هو بينف. فهمنا اللي لايه كده? بينف بيعمل اللي النوز بتاعه. هيخرج من الماوس. مش بقول لك ان هم اللي تنفتحين على بعض. فبالتالي هي سبب خروج اللي هو اللي بدل ما يخرج من من النوز. هيخرج من الماوس. تمام. تاني نقطة معنا وهي زي ما احنا مناطقنا فوق. الاتنين فتحين على بعض. فبالتالي وانت بتاكل او انت بتنزل بدل ما الاكل ينزل او الفيليود ينزل لتحت. ممكن يطلع ويخرج من فوق. تالت حاجة. بسبب ايه? بسبب مجزلة. بص يا سيدي انت بزمتك مش لما بيكون عندك تساوس في سنانك في سنانك راحت بوقت بوحشة. طب ما ده هيحيلك ان انت هتخرج يعني هتكون قصلا راحت وحشة. الحاجة اللي هتخلق من نخيرك هتكون راحتها وحشة. ليه? ما انت التساوس فاتح على الفاتح النوز. الماوس فاتح على النوز. فبالتالي التساوس اللي حصلت في السنان بتاعتك هيسمى على النوز. فبالتالي يخلي ده هيبقى راحت وحشة. تمام. دي ممكن اللي ممكن نعرف نشوف فيه اللي هي دي. اول حاجة لو الفستلا ممكن تشاف سهولة في الاورال كامتي. ممكن برضو تعمل ايه? ممكن تدخل تدخلها جوة الفستلا. تدخلها لو تدخلها جوة في الاورال كامتي. لغاية المجزلة. وعشان تعرف ايه? عشان تعرف تكشف على الفستلا دي. تجيب البروب وتدخلها جوة عشان تعرف تكشف على الفستلا. لازم دي فيها مشكلة. ممكن تسبب ايه? ممكن تسبب مشكلة في الهيلنج بتاع الفستلا. لازم دي انت انت دخلت بروب. فانت ممكن تفتح الفستلا اكتر. فبتزود الطينة بلا. فبالتالي هتسبب مشاكل اكتر بدل ما نفعت نفسك. تمام. نخش بقى على ممكن تكون ايه? ممكن تكون ايه? ممكن تكون على المجزل. تمام? بص في حالات بتبقى على حسب ايه? بتبقى على حسب حجم الفستلا نفسه. لو هي تعمل بتعمل بتعمل على طول يعني بتشيلها. تمام. اه طب لو هي بتعمل بتعمل بتقفل الفستلا دي بقى اي حاجة. ممكن تقفلها بقى عن طريق ان هو باكل او تمام. ممكن تعالج بقى عندك اللي هو اللي هي بسبب لك المشكلة دي بحالات اللي هي زي ما احنا مونا فوق. يعني ممكن يتسبب لك في ممكن يعالج من بيعالج اللي هو بالتحديد يعالج لك نرجع برضو على اللي هي الجزئية بتاعت دي. نقول اللي هو عبارة عن فستلا ما بين والمجزال اللي هو الانتراب. اللي اتنين بيكونوا يفتحنا لبعض ممكن يكون السبب ممكن يكون او تكون ده تاني حاجة عندك اللي هو لما يكون عندك تفتح عشان تعرف شي اللي عندك اللي هو في المجزالة وبترجع تقفل تاني ولو ما قفلتش تاني هو يسبب لك اللي هو تاني حاجة عندك دول اه ممكن يكون ممكن يكون سيفليس و تاتة حاجة عندك ممكن يكون مجزالة او كانسر تماما ممكن يكون او او في حالات برضو بتكون بايلاترال بتكون او 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 بتكون يوني لاترال نيزل دي ستشورج. السيمتومز يا سيدي. السيمتومز ممكن عندك اللي هو العيان يعني بلو اهو بيحاول بلوه من النوز. الاير يخرج بدل النوز يخرج من الماوس. تاني حاجة يعني اللي هو بيخرج من النوز بدل ما يخرج من الماوس. آآ بدل ما ينزل تحت. بسبب عندك مشكلة في اللي هو في المشكلة دي انت. فبالتالي لو عاصل لك مسلا تساوس. آآ فالتساوس ده بتكون ريحة بوك اصلا بتكون ريحة وحشة. فبالتالي لم بيسمع على النوز فبالتالي يخلي اللي بيخرج من النوز ده ريحة وحشة. تمام. ممكن تشوف دي في عادي. ممكن بقى تجيب واتدخلها جوة من لغاية المجازات عشان تعرف تكشف على اللي هو او تعرف تكشف على دي. بس هي ممكن تسبب لك اه مشكلة في بتاع الفيستيولة دي. وممكن توسعها اكتر وتسبب مشاكل اكتر. تمام. المستيجيشة ممكن تعمل بقى للاكس لير او او سيتي سكان او مكزل ري ساينوسايتس. آآ برضو ممكن لو في حالات بقى عندك لو هي ارلي او ممكن بقى تعمل على طول دي. بتشيلها على طول. تجيب من الاخر. او ليد او لارش فيستيلا بتعملها بتعملها بتقفلها جراحيا. عن طريق ما ممكن يكون بكل او بلاتة للفلام. تمام. واخر حاجة عن طريق وبس كده المحاضرة خلصت. واتمنى تكون سهلة وبسيطة. واتمنى انها ما كنتش دفتيال عليكم. ونقول اللهم من السوداتكم. قرأتوا ما حفظتوا ما تعلمت. فارده الى عند حاجاته الى. انك على كل شيء قدير. وحسب الله نعمل وكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.